بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدات المكرمين أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا ممن علم وعمل ولازم الأدب وصحب الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم زدنا علما وفهما وفقها والحقنا بالصالحين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخوانا الكرام في هذا المجلس الجديد المبارك وهذه الحلقة الجديدة من برنامج على ذرم النور أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال كعادتنا في حلقة وسط الأسبوع سنجيب على ما وردنا من أسئلتكم الطيبة المباركة على قدر ما وفقنا الله سبحانه وتعالى عليه وبقدر ما يسعنا فيه الوقت ونبدأ على بركة الله أخ يسأل يقول هل يجوز أن أذهب للحج أنا ووالدتي بأن أبيع سيارتي وأقترض تكاليف الحج نعم يجوز يعني تريد أن تبيع سيارتك أو أن تبيع شيئا آخر وتذب إلى الحج هذا من عزم الأمور وهذا من الطيبات يعني إن شاء الله بارك الله فيك لكن بالنسبة للدين أولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الذي لا يملك نفقة الحج هو غير مجبور على الدين لكن هل يجوز أن يتداين؟ يجوز لكن بشرط أن يكون عندك وارد بحيث تستطيع أن تسد به الدين كن عندك راتب أو ربما عندك عمل تجاري أو ربما عندك استثمار محال شيء بحيث يجيك وارد تقدر تسد الدين أما أن يتحج بمال غيرك لا يعني بعض الناس يقترض وهو لا يوجد عنده وارد يسد الدين لما تسأله شلون تسدد الدين يقولك يا الله على المدى الكريم أو الله يرزقنا أو كذا لا يجوز هذا لا يجوز لا يجوز الاحتمال تقول الله يرزقنا يجوز ما يرزغت ربما عندك عمل بينك وبين الله حجب عنك الرزق لكن لما يكون عندك وارد ثابت وراتب أو عمل مستمر نعم اقترض ثم سدد بعد ذلك الدين لا مشكلة في ذلك إن كان حج أو حتى لو كان عمرة كافة الشعائر التي تحتاج إلى تكاليف مالية يجوز فيها الدين بشرط أن يكون عندك وارد تسد به الدين مثلش التكاليف المالية الحج يحتاج فلوس العمرة تحتاج فلوس الأضحية ربما واحد يجي العيد وما عنده فلوس عنده راتب خير من الله يقدر يسدد لكن هذا الوقت لما يجي العيد ما عنده فلوس يشتري بها ذبيحة يصير يداين يصير يصير لكن يكون عندك وارد يستدد به الدين بالموعد الذي تحدده لمن تستدينه منه وهكذا كافة الشعائر التي تحتاج إلى نفقات مالية نعم أخون يقول أخوالي لا يأتون لزيارة أمي التي أختهم الكبيرة لا في عيد الفطر ولا في عيد الأضحى للعلم يذهبون إلى بناتهم ويقضون النهار هناك ويذهبون إلى باقي الأخوات عدى أمي وخالتي الأخرى يذهبون إلى بناتهم علما بينهم نهر ويعبرون النهر ولا يتون على أمي ولا على خالتي الأخرى وقد حدثت مشكلة وخالي الذي هو أصغر من أمي قال أنا متبرئ منهم علما هم يصلون ولا تفوتم صلاة الجمعة هل يعدون قاطعين لصلة الرحم وفي كل عيد يشترون الهدايا من قطع قماش وغيرها لخالتي لكن يتركون أمي وخالتي الثانية وإذا سألوهم لماذا لا تعطون الهدايا لأختيكم الباقيتين عن الأم وخالة الأخرى يقولون عندهم راتب فليعدون أثمين وقاطعين لصلة الرحم يعني بلا شك هذا التمايز يعد من قطع الرحم هذا التمايز يعد من قطع الرحم وكون أمك أو خالتك عندهم رواتب هذا ليس ذريع علي عدم الهدية هناك فرق بين هدية وصدقة الصدقة تعطى لمن لا يوجد عنده مال والهدية لا فرق أن يكون غنيا أو أن يكون فقيرا نمثل بالعراقي يقول غنيا وحب الهدية فالهدية من علامات المحبة ومن علامات تقارب القلوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحبوا تهادوا تحبوا يعني إذا تهاديتم تحببتم لذلك هناك إنسان بطبيعته غير اجتماعي هذا لا يصف بأنه قاطع لكن أولا لا يميز والثانيا لا يجهر بالقطعة لا يعين القطعة هو إنسان ما يزور ما يروح لا بعيد ولا بغير عيد مو اجتماعي لكن قلبه نظيف مو عن مشكلة وما يفرق بين هاي وهاي هذا ما يعتبر قاطع مو واصل نعم هذا ليس وصولا لكنه ما يعتبر قاطع ليش؟ مو معادي قلبه نظيف وما يميز لكن من تصرفات الأخوال هناك شيء هناك تمايز واللي ليش يروح على وحدة يعبر نهر وعيف هايا وما يجع لي هذا تمايز بلا شك يكون فيه الإنسان آثما هذا على الأصل بالإجمال أما ما هي الأسباب ما هي الحوادث المحيطة بالحادثة الله أعلم الله أعلم نقول لكن بالإجمال هذا التمايز غير محمود غير محمود يكون إنسان مثل ما قلنا ما يروح على الجميع طبعا مجتماعي بس الناس تعرف قلبه صافي بس اللي يروح على هذا وما يروح على هذا لا ما دم هناك تمايز هذا يعد قطيعة لذلك ننصح أخوالك من لا يتصرفوا مثل هذا والله يا إخوان نحن عشنا أبناء ووجدنا أباء وعشنا أزواج ووجدنا زوجات وعشنا إخوة ووجدنا أخوات أبدا لا يوجد فرح بالوصال كفرح الأخت بأخيها أخوة متزوجة وعد خلفة ومبحى الأحد ربما لكن لما يزورها أخوها أو يعطيها هدية وإن كانت لا تحتاجها والله تحس هذه الأخت بفرح شديد وعظيم لماذا؟ تحس بأن هناك سندا الأخ سند أكثر من الزوج لأن الزوجية قد تزول لكن الأخوة لا تزول الزوجية تزول بالطلاق تزول بغير شيء لكن الأخوة لا تزول أبدا تبقى فتحس بأن لها سندا تحس بأن لها ركنا شديدا تتكو عليه إذا حافها الدهر طيب فالله يا إخوان راعوا أخواتكم راعوا حرمة أخواتكم راعوا جانب أخواتكم حسسوهن بأن خلفهن رجالا بأن خلفهن متكأا صعبا ركنا شديدا هدية صغيرة يصير ما تكلفك شيء بالنسبة لها تساوي الدنيا وما فيها وهي عند الله سبحانه وتعالى والله مثقلة للميزان ومعظمة للثواب وموسعة للصراط وهي لا تنقص من مالك شيئا هدية يسيرة جدا أنت بالنسبة لك تشتر بها ربما شوكولاتة التي تنطيها لابنك التي لا تأخذ شيء من نفقتك إذا تنطيها لأختك وتروح وتقولها تغسلت الشليم شفتها طيبة أكلتها شفتها طيبة حبيت تشتاكلها والله عدتها تسوى الدنيا وما فيها وعند الله سبحانه وتعالى كذلك هي خير من الدنيا وما فيها طيب لكن هناك أحيانا مشاعر لا يستطيع الإنسان أن يترجمها ترجموها ترجموها سترون جمال الحياة وجمال الآخرة طيب أخ يسأل يقول امرأة من أقاربنا ابنها خمار سكير والعياذ بالله وينفق أمواله بالحرام وهي تأخذ من أمواله من غير علمه هل هذا حلال أم حرام أتمنى أن ترد طيب بلا شك أنه يجب على الإبن أن ينفق على أمه فإذا احتاجت الأم أي شيء من لوازمها وابنها لا يعطيها نعم يجوز لها تأخذ دون إذنه لأن هذا حقها هذه ناحية والناحية الثانية إذا أخذت المال منه دون علمه لتدخره له يجوز تأخذ لنشغلهم تأخذ لنظمهم أحسن ما ينحص رفهم على المنكرات وعلى الخمر تدخرها له في يوم من الأيام تمرض وبلا شك ما دام خمر خليه تبشر بتشمع الكبد وخليه تبشر بأمراض الكلية وخليه تبشر بسائر الأمراض ما دام هو خمر وهذا كل الناس تعرفها يعني اسأله الأطباء وسأله المجاربين فخليها الأيام مرضة والأيام فينة حظة تدخرها له لأجل ذلك نعم يجوز إن شاء الله أخ يقول ما الذي تقوله لمن يقول أنا لا أذهب لصلاة الجمعة لأن الحاكم ظالم هل هذا من الشرع؟ لا ليس من الشرع ما دخل الحاكم ما دخل الحاكم طيب لو ليكون الحاكم كافرا مو ظالم كافر الآن في أوروبا توجد مساجد وتوجد صلاة جمعة هل يعني أننا لا نصلي صلاة الجمعة؟ أيام الفتوحات الإسلامية ليست كل البلاد التي فتحت دخلت الإسلام بعضها دخلت بالجزية لا تتوى يبقى الحاكم حاكما والإسلام لا يزيحه ويبقى القوم كفارا إن شاءوا وعليهم الجزية بنيت مساجد وصلت الناس الجمعة رغم أن الحاكم كافر من قال لكم ما ربط صلاة الجمعة بالحاكم الظالم؟ لا هذا متذرع هناك إنسان متكاسل من العبادة ويتذرع لنفسه لكن تذرعه عند الله عظيم هذا التذرع عند الله عظيم الذي لا ذب لا صلاة الجمعة ويتذرع بهذا العذر السخيف الذي يقول بأن الحاكم ظالم هذا التذرع وهذا العذر الذي يجده هو أقبح ذنبا من عدم صلاة الجمعة طبعا ترك صلاة الجمعة من الكبائر ومن عظام الذنوب بالنسبة للرجال صلاة الجمعة شرطها أن يكون رجلا فلا تجبع المرأة صحيحا فلا تجبع المريض مقيما فلا تجبع المسافر بالنسبة لصلاة الجمعة فإذا كنت رجلا صحيحا مقيما واجبت عليك صلاة الجمعة زين لكن إذا تركتها تكون مرتكبة لكبيرة من الكبائر أما أنت جاء وتقول لا أنا لأن الحاكم ظالم ما أصليها لاحظ كم جناية أنت ارتكبتها أولا تركت صلاة الجمعة الجمعة ثانيا أفتيت بغير علم أفتيت بجهل ثالثا ربما سيسمعك إنسان جاهل يصدقك ويترك صلاة الجمعة أفتيت بسببك فتبوء بإثمه وإثمك لتكون من أصحاب السعير نسأل الله على السلامة والعافية إذا كنت مذنبا فاذنب وحدك وإياك أن تعدي ذنبك ليذنب الناس بسببك احذر واتق الله ربك إذا كان الحاكم ظالما أو كان كافرا في بلاد من بلاد غير المسلمين فصلاة الجمعة لا تجب على المسلمين متى ما أقيمت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سؤال أمي تحبك جدا أستوى الله أن يحفظها ويبارك فيها طيب وأنا من متأبعيك وماشاء الله عليك كلامك درر وجهك كذا أريد أن أسألك سؤالا طيب عندما أقرأ القرآن أختمه لنفسي ولأمي ولكل شهيد وميت هل لي أجر هذه الختمة؟ وبالمناسبة أمي تقرأ القرآن أيضا يعني دائما تختمه لكنني عندما أختم القرآن أهديه لأمي أيضا هل أنا مصيبة في هذا الشيء؟ هل فعلي هذا صحيح؟ هل يجوز هذا الشيء؟ نعم أختي يجوز بالنسبة لإهداء القرآن يجوز إن كان لواحدنا وأكثر وإن كان عددا غير محصور حتى لو قلت للأمة كلها لأمة الإسلام جميعا وإن شئت خصصي صفات أو أشخاص إما أن تقولي للشهداء للصحابة للعلماء أو أشخاص بعينهم لأبي لأمي إن كانوا أحياء أو كانوا أموات إن كانوا يقرون أو كانوا أميين كل ذلك جائز فأن تهدي الختمة لأمك وأمك أيضا هي تقرأ وتختم جائز وهي لا تزال حياء جائز وهذا من برك إن شاء الله وصلا تقبل منكم صالح العمال أخون يقول هل نحن سنحاسب على اختلاف العلماء والفرق الإسلامية في المسائل الدقيقة في العقيدة يعني في مسألة مثلا كلام الله عز وجل واستوائه على العرش ويده وأسمائه وصفاته لأن عندما أقرأ المقارنة في هذه المسائل يتعب عقله في هذه المسائل أخي لا يحاسب أن لا يحاسب الإنسان على ما اختلف به غيره بالنسبة للاختلاف الجميع متفقون على حجية كتاب الله تعالى وعلى حجية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الوحية قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لكن لكن فهوم الناس تختلف للنصوص يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه القرآن حمال وجوه بمعنى هناك كلمة تحتمل وجهين تحتمل أكثر من وجه بعض الكلمة بعض الكلمات بعض النصوص تحتمل أكثر من معنى مثلا الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم طيب ماذا نقصر بالوجه هل يصل إلى الأذنين أم فقط ما تحصل به المواجهة طيب هل يجب أن نوصل الماء إلى داخل اللحية أم يكفي غسل ظاهرها لم تبينها الآية وأيديكم إلى المرافق المرفق نفسه داخل أم ليس داخلا وامسحوا برؤوسكم كم من الرأس يكفي القليل أم يجب مسح جميع الرأس القرآن لم يبينها فهنا ماذا نحكم إن وجدنا نصوصا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله أخذنا بها وإن لم نجد هنا القرآن نزل باللغة العربية قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا وقال حكما عربيا وقال بلسان عربي مبين بمعنى حكموا لغة العرب نحكم لغة العرب والعربية فيها أوجه إعرابية وغير ذلك لذلك يحصل الخلاف وهذا الأمر ليس جديدا يعني من أهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم خاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الفتوحات وتوسعت الأمة طرأت مساء الجديدة والرسول الله متوفى فلابد من الإجتهات فاجتهد إمتنا وبذلوا وسعهم لشرح نصوص القرآن والسنة وفي النهاية هم متفقون على حجية القرآن والسنة ثم اختلفت الفهم لأجل ذلك في الفقه وفي العقيدة هل نقول العوام يحاسبون بسبب اختلافهم لا العوام يحاسبون ولا هم العلماء يحاسبون بالعكس العلماء مأجورون مثابون على هذا الاجتهاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحاكم يعني الذي يحكم في الفقه ليس الرئيس إذا اجتهد وأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر المحد هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذن فتح لنا باب الاجتهاد وقال أنت مثاب إن كنت مأجورا أو كنت مصيبا أو كنت مخطيا لأن كذا كنت مصيبا أجرت مرتين مرة على اجتهادك ومرة على إصابتك وإن كنت مخطيا فقد أثبت على اجتهادك على الأقل نعم وجز الله وإمتنا كل خير أخ يقول أمي أفطرت في شهر رمضان المبارك لأنها مرضت الآن هي تصوم الدين هل يجوز أن تقضي في البداية ثم تصوم بعد ذلك ستة أيام من شوال أم يجوز أن تصوم ستة من شوال ثم تقضي براحتها خلال أيام السنة يجوز أن تصوم ستة من شوال في البداية نعم يجوز لا مشكلة في ذلك ثم القضاء يكون فيما بعد نعم هذا أخبرناه وذكرناه في حلقة ماضية نعم عموما يجوز يجوز لصاحب القضاء أن يقدم الصيام ستة من شوال ثم بعد ذلك يقضي متى يشاء أخ يسأل يقول صليت وعمري عشرون سنة وذهبت للعمرة مرتين وأخبروني أن الصلاة في مكة الركعة تعدل مئة ألف ركعة هل هذا صحيح؟ وهل هذه الركعات تعوض عن الصلاة التي فاتتنا قبل عشرين سنة؟ لا صحيح صحيح نعم صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك والصلاة في مسجد هذا يقصد المسجد المدينة المنورة المسجد النبو الشريف بألف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى سوال الله تعالى أن يحرره ويجعلنا من جنده الفاتحين وأن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة هذا صحيح لكن أن تعوض عن القضاء؟ لا لا تعوض عن قضاء هذا بمعنى الثواب بمعنى الثواب وليس يسقاط الفريضة تمام يعني مثلا الصدقة في رمضان تعدل زكاة لكن هل تسقط الزكاة لا لا تسقط الزكاة الزكاة فرض باقي في الذمة عمرة في رمضان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي كأنما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم طيب هل تسقط فريضة الحج لا لكن هذا من عدل الثواب طيب أخون يقول يا شيخ أسألك سؤالا مشكول الذمة إذا لم تجيب ولماذا لا أجيب يعني بلأي ما تحلفني جاوبك هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي مع الحق والحق مع علي هل هذا الحديث صحيح الحديث رأوه الإمام البزار في مسنده وقال فيه الإمام يعني الإمام الحال الإمام نور الدين هيثمي في مجمع الزواد قال رجاله ثقات إلا واحد لا يعرفه عموما لنقول أن الحديث صحيح طيب أولا لماذا تحلفني وهل يختلف أحد أن علي كان على الحق هل قال مسلم بأن علي لم يكن على الحق هذه منقبة سجل علي وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الحق وذكر هذا لعدد من أصحابه مثلا في هذا الحديث علي مع الحق والحق مع علي في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحق ليجري على لسان عمر وقلبه عمر بن الخطاب والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا في مسألة ثبات الإيمان والقوة أصدقكم إيمانا أبو بكر ذكر في مسألة الأمانة أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنهم وقال لكل نبي حواري الحواريون وحواري من أمتي أو من أصحابي طلحة والزبير وهكذا من قال لك بأن الحق ليس مع علي أو عن علي مع الحق وليختلف أحد أصلا يعني حتى أردتك أنما تقيم حجة أو شيء آخر رضي الله تعالى عنهم جميعا القرآن الكريم زكى الصحابة تزكية فأي حديث ذكرته في فضل واحد منهم لا تستغرب القرآن زكاهم جميعا زكى المهاجرين وزكى الأنصار وزكى من أسلم بعد فتح مكة وقال كلا وعد الله الحسنى كلا وعد الله الجنة فمن قال غير ذلك فقد كذب الله وكذب القرآن نقطة لا استطر أخ يقول المؤمن مبتلى ماذا تقول لمن يقول للناس لا تكونوا مؤمنين أو لا تزيدوا في العبادة كي لا تكونوا من أهل البلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهم سقيم طيب ماذا تقول في الأنبياء الذين هم أشدوا الناس بلاء أشدوا الناس بلاء الأنبياء هذا الذي يقول أتركوا الإيمان لا تكونوا مؤمنين أو لا تبالغوا في العبادة كي لا تبتلون طيب ألا تخافوا من العقوبة هناك إنسان يعاقب الدنيا ليست دار نعيم ليست ميزانا قد يبتلى المؤمن وأيضا قد يعاقب العاصي بعقوبة هي أشد من هذا البلاء قد تنزل عقوبة على عاصي بأن يبتليه الله تعالى بلاء عظيما وعلى فكرة البلاء ليس خاصا بالمؤمن أنت من قال لك البلاء خاص بالمؤمن لكن البلاء نوعان هناك بلاء لرفع الدرجات ويكون للمؤمنين وهناك بلاء عقوبة ويكون للمؤمنين فهذا الذي يقول لا تكون مؤمنا أو لا تبالغ حتى لا يأتيك البلاء هذا مجنون هذا أحمق البلاء يكون على المؤمن ويكون على العاصي ليبلوكم أيكم أحسن عمله فقد يكون لرفع الدرجات يعني هو البلاء ثلاثة أنواع رفع الدرجات للمؤمن وعقوبة للعاصي واختبار لهما معا اختبار فإذا صبر وظفر نال شرف معية الله ما معنى معية الله أن يكون الله معه طبعا هذا ليس إشارة التجسيم والمكان يعني أنا استغفر الله إنما يكون الله معه بعونه ومؤازرته ونصرته قال الله تعالى إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين والصابرون لهم رصيد مفتوح قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فالبلاء ثلاثة أنواع كما قلنا بلاء رفع درجات للمؤمنين وبلاء عقوبة للعاصين وبلاء اختبار لكلهما فهذا الذي يقول يعني لا تكون مؤمنا ولا تزد في العبادة كي لا تبتلى سيكون عاصيا ويعاقب وربما يهلكه العقاب وإذا بلا أنا رجعنا هذا الشيء الذي تألي رايحك يعني نالهن إلي راجعون أخون يقول بالنسبة للصيام ستة من شوال إلى الآن لم أصم ولا يوم وأريد أن أصومها هل يجوز أن أصومها متقطعة يعني أصوم يوم وأفطر يوم أم يجب أن تكون متوالية أخي تدارك ما بقي من شوال صمها ولو متقطعة صمها بين يوم ويوم صمها بين يوم ويومين لا يشترط أن تكون متتالية المهم أن تصومها ستة من شوال حقيقة إخواني لا تفرطوا بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر تعرف ماذا يعني هذا يا أخي السنة كلها أنت تأكل وتشرب ويكتب لك أجر صيام طيلة السنة تأكل وتشرب ويكتب لك أجر صيام وينلاقيها فلا تفرطوا بها يا أخوان نعم أخون يقول أنت ذكرت في الحلقة الماضية أنه يجوز أن يقضي الحي الصيام عن الميت والله تعالى يقول يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ثم ذكر كلمة مسيئة طيب يعني كلمة مسيئة لي شون تقول هذا الكلام يعني هو فهم الآية فهم خاطئا وجهل بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام عن الميت أفتى بغير علم أولا بالنسبة لقوله تعالى يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا والأمر يوم إذن لله تكملتها راجع الآية وانظر هل يتكلم الله عن الدنيا أو عن يوم القيامة الكلام يتكلم عن يوم القيامة ليس عن الدنيا أحكام القضاء وغير القضاء نتكلم عن حكم الدنيا وموجود الآن في الدنيا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا يوم القيامة ماكو واحد يقول والله راح تلجلنا وأخويا راح لنا راح أخذوه إياه لا 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 كل واحد عمل كل واحد ميزانا كل واحد صحيفته زيان هذه الآية لا علاقة لها بالحكم أما بالنسبة لكيف يصوم الإنسان نيابة عن الميت لست أنا الذي يقول هذا الكلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه روه البخاري ومسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه خلاص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته بأن أمها ماتت وعليها صوم قالت أفأ صوم عنها قال أرأيت لو كان عليها دين أو قالت أفأ أحج عنها قال أرأيت لو كان عليها دين أفأت دينه عنها قالت بلى قال فدين الله أو لا نحن يجوز تفهموا لا بكيف لا بكيفك يا أخي طيب قبل أن نكمل باقي الأسئلة نأخذوا الآن فاصلا نستغلوا بالاستغفار وبالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إليكم إن شاء الله ادعوا الله واذكروه وهو جليس من ذكره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخوانا الكرام مرة أخرى نعود إلى أسئلتكم الكريمة أخون يقول هناك تعليقات مسيئة تسيء لحضرتك بسبب قولك في حلقة ماضية أنه يجوز قلب ورقات المصحف بعود إذا كان إنسان غير متوضع فما هو جوابك أولا أما عن الإساءة في التعليقات فهي صحائفهم فليملؤها بما يشاءون صحائفهم فليملؤها بما يشاءون إن تكلم حسنا فسوي ثبه الله وإن تكلم بالغيبة فمرحبا بحسنات اللم نتعب بها وأما عن قولي أنه يجوز قلب المصحف بعود لا أدري ما هي الإساءة يعني العود ما به هل في مشكلة العود مثلا؟ هل قلت أنا لك أحمل عودا وسخا من الأرض وإقلب به صفحات المصحف؟ أكيد الذي يتعامل مع المصحف يتعامل مع المصحف يتعامل بنظافه نقا أكيد إذا العوده على فكرة نموذج أنا قلت بعود أو نحوه قد يكون بعود قد يكون بأي مبضع آخر يقلب به المصحف الشريف أن ليس فيها أي إساءة للمصحف ولا شيء آخر وعلى فكرة هذه العبارة يستعملها الفقهاء لأئمة في كتبهم يقولون كمن يقلب صحيفته بعود هكذا قد يكون عود سواك أليس عود سواك نضعه فيه فبلاء؟ هل أنك أنظف منه يعني؟ فليس فيها أيساء وليس فيها مشكلة لكنه الفهم السقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سؤال يقول ما حكم من نذر صياما لكن لا يتذكر كم يوما يصوم ولا يتذكر هل قاله في قلبه أم قاله لفظا يعني أما عن كونه لا يتذكر الأيام يجب عليه صوم يوم واحد الذي لا يتذكر الأيام يبنى على الأقل لأن الأصل براءة الذمة الأصل براءة الذمة فمن نوى صياما نذر صياما ولا يذكر الأيام واجب عليه صوم يوم واحد ومن نذر أن يصلي ولا يعرف كم ركعة نسي تجيب عليه ركعتان ومن نذر أن يتصدق ونسي المبلغ الذي يتصدق به تجيب عليه أقل عملة لها قدرة شرائية يعني شنو أقل عملة ببلدك دولتك بس هالعملة لها قدرة شرائية موكو فلوس قليلة هالخر دليمات تشتروا كل شي لا أقل عملة لها قدرة شرائية هذه الواجبة عليه ليس أكثر لأن كما قلنا الأصل براءة الذمة ولا يحق لنا أن نفرض مبلغا أو عدد من ركعت أو عدد من الصيام بمجرد وهم أو ظن فيجب أقل شي طيب من نذر في قلبه هل يجب لا حتى يتلفظ به إما بلفظ النذر أو باقتران الطاعة بأمر أن يحصل مثل واحد يقول إذا نجحت أصوم هذا نذر مو شرطة لقول نذرت لأنه قرن الطاعة بحدث يحصل وهو النجاح أو قال نذر نذر عليه فسواء بلفظ النذر أو بتعينه لشيء معين مقابل شيء هذا نذر أما مجرد القلب لا يعني لا يجب فيه لا يجب الوفاء بهذا النذر هذا يعد ما كان في القلب يعده خواطر أشبه ما يكون بالخاطرة والتفكر وليس حكما شرعيا مثل لو اغتبت إنسان بقلبك أو حتى لو أنا إنسانا كفر بقلبه بعض الناس عندهم من الوسوسة إلى درجة يقول يقول حس نفسي أكفر لكن في قلبي هل يأثم الإنسان بهذا لا يأثم اغتاب إنسانا بقلبه هل يأثم لا يأثم هذه كلها تعد من الهواجس ومن الخواطر التي أحيانا تتغلب على الإنسان ربما الإنسان لا يستطيع أن يسيطر عليها أخ يقول ما حكم عدم الذهاب إلى المسجد بسبب الفتن دقيقة السؤال الغير واضح لا أدري ماذا تقصد بالفتن لكن سأفصل لك إذا تقصد بالفتن فتن النظر تقول مثلا بين بيتك والمسجد يكون هناك نساء وتخشى على نفسك من الفتنة والنظر هذا ليس عذرا لأنك يمكن أن تغضى البصر يمكنك أن تغضى البصر ما استطعت إلى ذلك سبيلا يعني إذا كانت النظر بغير قصيد ثم صرفت عنها مباشرة لا تأثم لا تأثم على أن لا تستمر بالنظر طبعا فهذا لا يعد فتنة لكن إذا قصدت الفتن الأمنية الفتن الأمنية أن تعرض نفسك الخطر نعم هنا يحق لك أن لا تذهب قريب من ذلك أخ يقول أنا أعمل حارسا في مكان ما هل هذا عذر في عدم الذهاب لصلاة الجماعة شوف أخي إذا طلبت منك الحراسة بوقت معين لأنك إنسان ربما لا يوجد حراسة بوقت معين مثلا بيوت فارغة يقول لك أريدك أن تكون حارس عليها ليلة النهار من غير المعقول أن يبقى وقاعد بل باب للنهار يذهب إلى بيتها يذهب إلى يأكل يشرب وجوزي نام لكن هو ملزم بحراسة ومراقبة هذه البيوت هذا ما عنده وقت معين مراقبة ففي هذه الحالة بما أنك لست متعاقدا على وقت منضبط معين فيحق لك أن تذهب إلى المسجد بل يجب عليك أن تذهب إلى المسجد إلا إذا علمت بأن ذهابك يعرضها إلى الخطر لا إذا تقول ذهابك قد يعرضها إلى الخطر لا الحراسة هنا أو لا لأنك عمل وأما إذا عندك وقت معين نعم يحق لك خلال وقت الحراسة أن لا تذهب إلى صلاة الجماعة لأنك ملزم بهذا العمل ولا يحق لك أن تغادره إذن الخلاصة إذا كان عندك وقت معين للحراسة نعم هذا الوقت لا تذهب إلى صلاة الجماعة بل ولا إلى صلاة الجمعة لأنك ملزم بعمل مقابل راتب ويجب عليك أن تحرس هذا المكان لأنه قد يسرق أما إذا لم يكن هناك وقت معين مثل إنسان موصى بحراسة مكان ليلا ونهارا بما أنك لست مرتبطا بوقت معين فإذا كنت تأمن على هذا المكان فذهب إلى صلاة الجماعة وإذا كنت لا تأمن عليه فوق به حارسا أخون يقول هل يجوز أن أشتري مبلغا بالدولار بالدين لكن بسعر أعلى من النقد لا يجوز شراء وعملة هذا يسمى بيع الصرف شن بيع الصرف؟ شغلة صيرة فلما صرف دينار بدولار دينار بيورو دولار بيورو بريال بأي عملة عملة بعملة ماذا يسمى؟ يسمى بيع الصرف بيع الصرف لا يجوز بالدين أبدا لا يجوز تشتري دولار بالدين لا يجوز لا بسعر ولا أكثر ولا أقل خلص لا يجوز يعني لا يجوز أن تشتري دولاراً بالدين ويحدد سعر لكن يمكنك أن تقترض دولاراً تقترض من صاحبك إداينك إداينك 100 دولار أم كان ما تقول لأشتر منك 100 دولار على رأس الشهر ب160 ألف لأنه سعر ب150 مثلاً هذا حرام حتى لو ب150 على فكرة حتى لو ب150 حتى لو تقول لأشتر منك هذا الورقة ب150 ألف دينار لكن برأس الشهر لا يجوز الطريقة الوحيدة في هذه المسألة أن تقترض منه 100 دولار دون اشتراط لمبلغ معين تسدد الدين بها إنما ترجعها له 100 دولار أو ترجعه له بالعراقي بقيمتها يوم التسديد صعد نزل ما تدري أما أن تبيع له الدولار بسعر محدد سلفاً مقدماً تحدد السعر هذا لا يجوز الخلاصة بيع الصرف لا يجوز بالدين قولاً واحداً أخ يقول هل يجوز إزالة شعر الإبط أو شعر العانة بالليزر شعر الإبط هو الشعر الذي ينبت تحت الإبط تحت اليد يعني معروف وشعر العانة هو الذي يكون فوق الفرج ما حكم إزالتها بالليزر الإزالة بالليزر يعني بإزالة بصيلات الشعر أو بإماتة بصيلات الشعر كي لا ينبت مرة أخرى هذا يخلص من هذا الشعر ما يظل زين بي كل كم يوم ما حكمه لاحظ أخي بالنسبة للإبط الأصل فيه أنه جائز بل إزالة شعر الإبط مرغب بها في الشريعة الإسلامية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإزالة شعر الإبط والعانة كلهما مرغوب في الشريعة الإسلامية لكن بشرط أن يشهد لك طبيب حاذق يعني خبير بهذه المسألة بأنه لا يؤذيك لأن تأذية البدن حرام فإذا شهد الطبيب بأن إزالة شعر الإبط بالليزر لا يؤذيك لا مشكلة لا مشكلة إذا كان ليس فيه مضاعفات وأعراض جانبية انتهينا أما بالنسبة لشعر العانة مشكلة ما المشكلة لأنه لا يحل للطبيب أن ينظر إلى هذه المنطقة حتى لو كان يعني الرجل يعني الذي يريد أن يفعلها رجل وطبيب ذكر أو أنثى وتعملها له طبيبة أنثى لا يجوز النظر إلى هذا الموضع لا يجوز إلا للضرورة ضرورة مثل ماذا عند الولادة تكون القابلة تنظر إلى فرج المرأة لأنه أمر غير ممكن بغير النظر لكن بغير الضرورات لا يجوز وإزالة الشعر بالليزر ليس من الضرورات فلا يجوز لكن إن ابتكهر الطريقة يمكن إزالته بالليزر دون أن ينظر الطبيب ممكن ممكن إذا كانت لا تضر ولا ينظر الطبيب لكن أن ينظر الطبيب أو الطبيبة إلى هذا الموضع لا لا يجوز ذلك لا يجوز ذلك أخ يسأل يقول هناك شخص يريد الحصول على طن من السماد الزراعي وليس لديه نقود ثم جاء إلي وقال أريدك أن تشتري هذا السماد ثم تبيعه لي بالدين بدين مؤجل على الموسم مع زيادة بسعره مع العلم أنه لا أعمل بهذا المجال لكن عندي أموال ويمكن هل يمكن أن أشتري له السماد وأبيعه له بحسب رغبته نعم يجوز يجوز لكن بشرط أن تذهب أنت وتشتري السماد ليس تعطي الفلوس يقول أن أروح يشتري لا قال لك إنسان أريدك أن تشتري لي هذا السماد وتبيعه لي مؤلس سماد وربما واحد محتاج ثلاجة واحد محتاج تلفزيون واحد محتاج سجاد أرضي أي شيء يقولك اشتري وليه بالدين ويكون إما بتقصيط أو بالدين إلى الموسم أو إلى أجل المسمى ماك مشكلة لكن الشرط هو أنك أنت تذهب بنفسك تشتري هذه السلعة التي يطلبها هو تشتري هذه السلعة وتدفع ثمنها أنت إذن ستكون في حيازتك ثم تبيعها له بعد ذلك تبيعها له أما أنت اعطي الأموال وليه الله أروح اشتريها واعتبرني أنت وكيلي بالشراء ثم اعتبرني بايعكيها لا لأن عندئذن سيكون وكيلك في الشراء وبايع في نفس الوقت يشتريها وبيعها النفس يعني لا يجوز أن يتولى طرفي العقد شخص واحد أنت لما أنطيتها فلوس يعني وراح يشتريها السلعة أنت أنطيتها فلوس صارت مقرض وكله قرضي جرى منفعة فهو ربا فإذا أنطيتها فلوس تكون أنت مقرض ما يصير ما يصير تأخذ منها ربح وليصير زيادة لكن لما أنت تروح بنفسك تشتريها وتدفع ثمنها وتحوزها صارت بحياستك حتى ولو بس تقف عليها مو شرطة ليشيلها ولا تأخذها لبيتك بس يقف على السلعة عند إذن تبيعها أحل الله البيع فالحالة الأولى قرض ربوي أما الثاني بيع وأحل الله البيع وحرم الربا جائز وليس فيها مشكلة إن شاء الله في هذه الحالة التي ذكرنا أخون يقول بأن أبي توفي نتيجة مرض مزمن كان يعاني منه من قبل رمضان توفي في العاشر من رمضان بسبب المرض لم يستطع أن يصم وقد دفعنا له فدية العشرة أيام من شهر رمضان باقي أيام رمضان هل ندفع الفدية عنه أم كفت تلك العشرة أولا هنيا لأبيك أراد الله به خيرا عندما توفاه في شهر رمضان المبارك أسأل الله أن يجعله من عتقاء شهر رمضان وأن يتغمده بالرحمة الواسعة الواجب عليه هو الأيام التي أدركها من رمضان فقط لأن الإنسان لا يؤخذ بما بعد الموت لا يجب عليه شيء بعد الموت يعني إنسان يموت اليوم لا يطالب بصلاة الغد ولا بصيام الغد طيب فبنسبة لكم أبوك توفي في اليوم العاشر رحمه الله خلاص عليكم فدية الأيام العشرة فقط بدل الصيام لأنه كان لا يستطيع الصوم أما باقي الأيام العشرين لا لا تجيب عليه الفدية ولا شيء آخر ولا قضاء ولا فدية ولا شيء آخر سوى الله تعالى أن يرحمه بالرحمة الواسعة أخون يقول بالنسبة لمن لا يجب عليهم الصوم كالأطفال والمجنون هل تجيب عليهم الفدية لا أولئك ليسوا مكلفين فطرة الصوم نعم فطرة الصوم تخرج لأن فطرة الصوم هي ليست بديلة عن عبادة يعني بعض الناس يسأل لماذا فطرة الصوم تجيب ندفعها بدلاً عن الطفيل وندفعها على المجنون بينما الفدية لا تجيب سأقول لكم الفرق إخواني الفدية عبادة بديلة بديلة عن عبادة واجبة إنسان مريض كبير ومريض الأصل أن الصيام عليه واجب لكن وجد مانع وهو المرض فشن البديل ما له؟ البديل ما له الفدية زين الصبي هل تجيب عليه الصيام؟ لا لا يجب المجنون هل يجب عليه الصيام؟ لا لا يجب يعني بالأصل لا يجب مو لأنه تمرض ولا جاء عائق لا هو بالأصل غير مخاطب غير مخاطب بقولها يا الذي نام ونكتب عليكم الصيام ما مخاطب لذلك لا حاجة للعبادة البديلة لأن الأصيلة أصلاً ليست فرضاً عليه العبادة الأصيلة لم تفرف عليه أصلاً فلا حاجة للعبادة البديلة انتهينا من موضوع الفدية ليش ما تجب الفدية على الصبي وعلى المجنون أما ليش نطلع عنهم صدقة الفطر صدقة الفطر ليست عبادة بديلة إنما هي مساعدة للفقراء والمساعدة للفقراء ما لها علاقة إذا كان هذا صبي ولا كان كبير لازم نساعد الفقير فتكون على جميع أفراد العائلة نساعد الفقير صدقة الفطر تكون إذن العلة ليست عبادة بديلة صدقة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم قال طعم للمساكين وقال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم بيوم العيد ممكن ما تخلي يدق بابك يقولك أنطيني الله يخليك الجهال والله خلص رمضان ومودهم يتريقون اليوم لقمة زينة أنطين الله يخليك أو أريد أشتر بلابس للعيد والله ما عندي ممكن ما تخلي دق الباب عليك لا أنت بادر لا وتبادر وجوبا مو بكيفك يعني مو تبادر وكثر خيرك لا لا واجب عليك تبادر وتذب وتعطي الفقراء صدقة الفطر واجبة فصدقة الفطر ليست عبادة بديلة إنما مساعدة للفقراء هاي ماكو بيها فرق إذا كان كبير ولا صغير وكان مجنون ولا عاقل طيب فهذا هو الفرق بين صدقة الفطر وبين الفدية نعم هنا أخ يقول المريض الذي لا يجب عليه الصيام المريض مرضا مزمنا قال له الطبيب بأنه لا يجب عليك الصيام لكنه يجد نفسه قادرا على الصيام وقد صام هل يعد صيامه باطلا وهل تجب عليه الفدية لأنك قلت بأن المريض مرضا مزمنا تجب عليه الفدية تجب عليه الفدية إذا لم يصم أما وقد قاوم وصام سقطت عنه الفدية أخي الفدية عبادة بديلة لا يمكن أن يجتمع البدلان هم صيام وهم فدية لا البدلان لا يجتمعان يوجد أحد منهما بدل عن الآخر فإذا وجد في نفسه قدرة وصام مع أن الأفضل أن يعني يأخذ بمشورة الطبيب يعني ربما الصوم يؤذيه وهو لا يعلم كثير من الناس يصوم يقول لك أنا يقدر بس بعدين طلعت عليها المضاعفات فهو يفضل الاستماع لكلام الطبيب لكن لو صام هل تجب عليه الفدية؟ لا نعم نحن قلنا تجب الفدية على المريض مرضا مزمنا لكن إذا لم يصم يرخص له عدم الصيام إذا لم يصم أما وقد صام خلاص لا يجتمع البدلان نعم أخ يسأل هنا يقول متى تبدأ العمرة بعد شهر رمضان في شوال أم في ذي القعدة أصلا هو من الذي أوقف العمرة حتى نقول متى تبتدأ العمرة مستمرة السؤال لا أفهم المقصود العمرة مستمرة لا تتوقف من حيث الشرع يعني أما ربما هناك بعض الدول عندها مواسم للعمرة لا أدري لكن العمرة لا تتوقف عمرة رمضان أفضل مما سواها طبعا لكن هي بعدها شوال غير شوال العمرة مفتوحة طيلة السنة لا يوجد وقت تتوقف في العمرة حتى في الحج يعني لو أن أهل مكة واحد من أهل مكة ما أراد حج ما أراد حج أراد يسوي عمرة أثناء مناسك الحج يعني أثناء أيام الحج يصير ولا ما يصير يصير الحاج إذا ذهب وأدى بعض المناسك وباقي ينتظر يوم عرفة ربما راح مبكر باقي ينتظر يوم عرفة يصير يسوي عمرة ولا ما يصير يصير فلا يوجد وقت تتوقف فيه العمرة أخ يسأل يقول بنيت بيتا ورأيت بأن التوالية أجلكم الله متوجهة نحو القبلة فهل يجوز هذا مع العلم أني أستطيع أن آتي بعامل ويغير لي اتجاه التوالية لوجه الله تعالى نصيحة جئ بالعامل بما أن هذا الأمر ميسر لك جئ بالعامل واجعله يغير هذا الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة نهى عنها هذا النهي حقيقة يعني فيه تفصيل يعني على رأي شافعية إذا كان الحائط قريبا عليك لا يصل إلى ثلاثة أذرع أو كان المكان أصلا معدل لقضاء الحاجة يزول يزول للنهي لكن أبو حنيفة رحمه الله قال لا قال حرام أصلا مكروة كرات حريمية حرام يأثم حتى لو كان في مكان معدل قضاء الحاجة فنحن كيف نقول موازن بين القولين إذا كان هناك مجال والأمر متاح أن تغير الاتجاه تجيب عامل وغير الاتجاه وليت ولا يجعله يستقبل قبله فافعل هذا الأمر وتورع وهذا أفضل أما إذا كان غير متاح مثل شقق ربما يعني يصعب وبسبب المجال المشتركة للعمارة كلها نقول خذ بقول الإمام الشافعي ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله وقت البرنامج قد انتهى أسأل الله تعالى أن يتقبل من نومكم صالح الأعمال نتواصى بالدعاء إن شاء الله صلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبتم الخيرين دمتم بعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته